نشرة الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات دعاء همس فرح كريستال محفوظ والسيف ماضي العنوين بطاقة مرور للحكومة الميقاتية على الطريق السريع بثقة التيار والمستقبل وأجندة وعود سامي لجميل الشعب اللبناني يجب أن يكون مصدر القرار لكسر الفوضى تكريس لسوء السوداء في لبنان وهناك دولة راديفة على الدولة اللبنانية أصبحت غائبة ورئيس جمهورية غائب ورئيس حكومة حزين إخلاء سبيل أمين مستودع العنبر 12 وجدي القرق في اللقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة وإرجاء جلسة دياب إلى الرابع من تشرين الأول جوتيراش يحذر من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين جلسة المناقشة العامة لبيان الحكومة الميقاتية خذلتها ثلاثة أمور كهرباء مقطوعة أنقضها صهريج مازوت لحزب الله وسجلات أظهرت غياب الود بين بري والتيار العوني والقوات والتيار فيما كرر رئيس الحكومة النجيب ميقاتي أولويات حكومته في تحقيق الانفراجات الحياتية والمعيشية للمواطنين والتي لا تعيد بأمال كثيرة إذا ما دخل فيها اتساع التباينات في وجهات النظر مع حزب الله والتيار خصوصا في المفاوضات مع صندوق النقد والتدقيق الجنائي وتحقيقات المرفأ البيان الوزري لم يحدث أثر في النفوس وغالبا ما يشكل بطاقة مرور لأي حكومة بعيدا عن الالتزام بمضمونه وهذه المرة بطاقة مرور مختصرة بيوم واحد وبكلمة واحدة لكل كتلة واستعجال الذهاب إلى المناقشة بمقاطعة بر لميقاتي خلال تلاوته البيان وفي ختام اليوم قد تضمن حكومة ميقاتي ثقة أهل البيت ولكن ماذا عن ثقة أهل الوطن؟ الجواب في موقف رئيس الكتائب سامي لجميل الذي لم يرى في هذه الحكومة إلا استمرارية للنهج السابق مشيرا إلى أن دولة رديفة للدولة باتت مشرعة ورئيس جمهورية غائب ورئيس حكومة حزين يستأنف مجلس النواب بعد قليل مناقشة البيان الوزري للحكومة بعد جلسة صباحية نالت الحكومة بنتيجتها ثقة كتلة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل فيما حجب عدد من النواب المستقلين وكتلة القوات اللبنانية الثقة ولفت في البيان غياب معادلة شعب وجيش ومقاومة والتمسك بحسم الخلاف الحدودي البحري والبري بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية وبين لبنان وسوريا بوساطة روسية والتأكيد على الدعم المطلق للجيش وأشار البيان إلى التمسك باتفاقية الهدنة عام 1949 لاستكمال تحرير الأرض والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثروته بشتى الوسائل مع التأكيد على حق اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة التفاصيل مع مروان الأدوم جلسة أقل من عادية ولكن العادي فيها أن تتأخر حوالي الساعة بسبب فقدان مادة المزوت أو تعطل المولد وهناك من قال عطل في الديجونكتور عند الثانية عشرة افتتح الرئيس نبيه بري الجلسة بدقيقة صمت على أرواح شهداء تليل عكار ومن ثم تلاوة المراسيم وخاصة مرسوم تأليف الحكومة التي تل بيانها الوزري الرئيس نجيب ميقاطي ملتزما بالنقاط الأساسية والإصلاحية لهذا البيان تؤكد الحكومة التزامها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على أن تباشر وفور نيلها الثقة باتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون تداركا للانهيار المالي والاقتصادي الذي يتوالى فصولا تتعهد حكومتنا فورا ليلها الثقة القيام بما يلي استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا قصيرة ومتوسطة الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديسها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة النائب حسن فضل الله تحدث باسم كتلة الوفاء للمقاومة منبها الحكومة من عدم الخضوع لصندوق النقد في أحسن الأحوال الحكومة بدأت فاوض الصندوق وعم ينقال إنه الحد الأقصى للمبلغ اللي بيعطيه الصندوق ثلاثة مليار دولار مع ما يمكن أن يأتي من مساعدات أخرى طيب الصندوق قروض بشروط قاسية بدي أعطيكم ثلاثة مليار أنتم بلشين ومعكم أكتر من ثلث هذا المبلغ عملوا مشاريع حيوية سريعة وأساسية وفي خطط لإله ولت من بينات الكهرباء تعملوا صدمة إيجابية وبتقدموا حتى للمؤسسات الدولية بالخارج بتقدموا صورة إيجابية أنه أنتم عملتوا شيء مهم وهذا ممكن يساعد أكتر لمن يريد أن يساعد لبنان بصدق وبإخلاص النائب جميل السيد اعتبر أن هذه الحكومة لم تتشكل من معاناة الناس بل تشكلت عندما تم الاتفاق على المحاصصة وتقاصم الوزارات والأسماء النائب ستريدة جعجع لم تتحدث كثيرا ولكن حجبت الصقة باسم الجمهورية القوية عن هذه الحكومة النائب جبران بسيل اشترط على الحكومة عدة أمور من أجل إعطائها الصقة نحن اليوم عن جديد منطالب أنه يحصل تدقيق جنائي بوزارة الطاقة وبغيرها من الوزارات والمؤسسات ويصير من سنة التسعين لليوم ويبين الهدر بالكهرباء وخاصة من سنة الأربعة وتسعين يلي سببه دعم التسعيره كلنا منعرف هالشي ويبين بعده كيف تم المنع لخفض الكلفة على الدولة ولرفق التعرفة على المواطن بحسب الخطة يلي نوضعت سنة الألفين وعشر بسيل أعطى ثقة للحكومة باسم تكتل لبنان القوي بعدما اتهم ابراهيم السقر بالتخزين ونواب الكوات بتغطيته النائب جورج عقايس رد على بسيل قائلا تتحدث عن السقر وأنت متلتل بالعقوبات من العقوبات الأمريكية مرورا بالأوروبية في القريب العاجل وشن هجوما على الحكومة النائب هادي أبو الحسن تحدث باسم اللقاء الديمقراطي وأعطى الثقة للحكومة النائب بهية الحريري أيضا أعطت الثقة للحكومة باسم كتلة المستقبل وهكذا فعلت أيضا النائب عناية عز الدين باسم كتلة التنمية والتحرير الرئيس بري رفع الجلسة التي ستستأنف عند الخامسة والنصف من قصر لبنيسكو مروان أدوم صوت لبنان رئيس الكتائب سامي لجميل أكد أن المواجهة الكبيرة تكون في الانتخابات ليتمكن الشعب من إسقاطهم وهذا ما سنعمل عليه في الأشهر المقبلة وأضاف في حديث إلى الحدث أن الشعب اللبناني يجب أن يكون مصدر القرار لكسر هذه الفوضى الكاملة في لبنان نعتبر أنه في أي جديد في تشكيل هذه الحكومة يكون عندنا أمل أن يكون فيه أداء أفضل من الأداء اللي كان بالسابق وبالتالي نفس الأفريقاء يلي عطلوا البلد على مدى سنين لتشكيل الحكومة يلي شكلوا هالحكومة برعاية حزب الله يلي هو العراب لهذه المنظومة نحن ما بنأمل أنه هكذا تركيبة ممكن توصل البلد إلى إنقاذ حقيقي يعني هيدا لعبة داخلية داخل المنظومة بأعطاء السئة أو لا هذا المجلس هناك سيطرة كاملة لحزب الله على هذا المجلس وهذا الشي اللي خلينا نحن أنه نستئيل من المجلس النيابي لأنه ما عنا أناعة وهذا الشي عم بيترجم بكل مناسبة أنه هناك أي إمكانية للقيام بأي إصلاح من داخل المجلس النيابي ولهذا السبب نحن منعتبر الضرورة اليوم هو إجراء انتخابات نيابية لتجديد أو لتغيير هذا الواقع النيابي ويسمح للبنانيين أنه يحاسبوا الأفريقاء والقوى السياسية اللي أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه وتجديد هذا المجلس بأشخاص جدد وبأفريقاء حقيقة يؤمنون بسيادة لبنان ومستعدون للدفاع عن هذه السيادة وبدء مسار إصلاح حقيقي بأشخاص ذات كفاءة ونزهة وكف نظيف الجميل شدد أيضا على أن دور المعارض الرقابي مستمر واعتبر أن المشكلة تكمن في المحاسبة داخل المؤسسات والتي هي غير ممكنة لأن المنظومة تسيطر بشكل كامل مشكلة البلد منها بس مشكلة كهرباء أكيد نحن أي خطوة إيجابية نحن ما رح نكون ضد أي عمل إيجابي بتقوم فيه الحكومة إنما الأمور منها متوقفة على موضوع الكهرباء هناك مجموعة إصلاحات وتدابير وإجراءات لازم تخذها الحكومة بدءا بضابط الحدود يلي عم بيتم من خلال هذه الحدود تهريب البضاعة اللبنانية والبضاعة المدعومة وإلى آخره واليوم عم بيدخل عبرها بشكل علني وباعتراف من الدولة هناك تهريب عبر الحدود للوقود الإيرانية يلي عم تدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية من دون أن تدفع أي ضرائب أو أي رسوم للدولة اللبنانية من دون أن يتم الكشف على هذه البضاعة لنتأكد من مطابقتها للمواصفات بالإضافة إلى أن هناك تكريس للسوء السوداء في لبنان وهناك دولة راديفة على الدولة اللبنانية أصبحت غائبة ورئيس جمهورية غائب ورئيس حكومة حزين النائب فؤاد مخزومي قال عبر تويتر إنه نظرا للطريقة التي تشكلت بها الحكومة من محاصصة ولأنها لم تتخذ موقفا واضحا وصريحا يدل على نية حاسمة للتعاون مع المحقق العدلي لكشف حقيقة الثالث أكبر جريمة في العالم وموساة أهالي ضحايا وجرح التفجير تفجير المرفأ لن أعطي هذه الحكومة الثقة لأنها أبعد ما تكون عن الإنقاذ طلب لقاء سيدة الجبل الرؤساء الثلاثة بالتحرك بالسرعة لمواجهة انتهاك حزب الله وإيران الفاضح للدستور والقوانين والسيادة متهما إياهم بالخيانات العظمى ولفت اللقاء إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد بين الرؤساء الثلاثة الذي يقسم على احترام الدستور والقوانين ورئيس مجلس الوزراء مسؤول عن تطبيق الدستور والقوانين فيما رئيس مجلس النواب مسؤول عن حسن تطبيق الدستور والقوانين وعن المحاسبة في حال عدم التطبيق ولم يحصل شيء من هذا وإلى تغريدة اليوم في تغريدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تعكس فيها صورتين للدولة فكتب قائلا الدكتور سهيل بولوس الجار العزيز والطبيب العظم المشهور الذي علجني منذ خمسين عاما على أثر حادث سيارة أنذاك عادني في مستشفى الجامعة قابل حود رئيس المكتب الثاني كانت مناسبة للمصالحة مع كمال جنبلاط كانت الدولة تسيطر على الحدود والمرافق أما اليوم استباحة كاملة للحدود والمرافق نتابع النشرة وفيها بعض الفاصل منظمة الصحة العالمية قلقة على الوضع الصحي حكومي بدى السترة وحزب الله يصادر القرار الاقتصادي هل ستنجح في اتخاذ خطوات إصلاحية أم تخيب ظن اللبنانيين وهل ستتكرر لعبة عبد الأصابع بين أفريقائها وأي أفق اقتصادي واستراتيجي مع النفط الإيراني القراءة مع مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب معشة المساء بعد نشرة الخمسة والربع أعداد وتقديم دعاء حمص فرح دياب تخلف مرة أخرى على حضور جلسة الاستجواب والمحقق العدلي طارق البطار يحدد جلسة جديدة في الرابع من تشرين الأول المقبل وأخلاء سبيل الموقفين التفاصيل مع مجدلين عيد بطار يتمسك المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القضي طارق البطار بكونه الجهة الصالحة لملاحقة أصحاب الحصانات وهو ما ترجم اليوم باستدعاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب إلى جلسة استجواب جديدة في الرابع من تشرين الأول المقبل وقرر إبلغه بموعدها لسقا على سلاسة أماكن منها مدخل منزلة في منطقة تلة الخياط وذلك بعد تعزر تبليغها أو إحضاره إلى جلسة اليوم وكان المحقق العدلي تبلغ محضرا من أمن الدولة يتعلق بتنفيذ مذكرة الإحضار وعدم الوصول على دياب في منزله لوجوده خارج البلاد يشار إلى أن هذا الإجراء هو الأخير قبل اتخاذ قرار بإصدار مذكرة توقيف غيابية في حال لم يمصل أمامه أو بتمثيله بمحامن بحسب ما أشار عبر إزاعتنا المحامي رؤوف عبدالصمد من مؤسسة جوستيسيا الحقوقية بجلسة 24 الأول إذا ما بيجي ولا بيبعث محامة الإجراء الطبيعي التلقائي وراء الإبلاغ لفقا هو إصدار مذكرة توقيف غيابية علما أنه ما في شي بيجبره للمحقق العدلي يعمل هيك بالأنون يعني عنده استنساب بيقدر يكرر دعوته يعني ممكن يبعث محامة يقل له مثلا الرئيس دياب حاضر يمصل قدامك يعني حسب الظروف بوقتها بس إذا بتبقى الأمور هيك أنا برأيي وما حدا بيجي وما بيبعثوا محامة أكيد بـ 24 الأول في مذكرة توقيف غيابية إلى ذلك يتجه الوزير السابق للأشغال المحام يوسف فنيانوس وفي دوء مذكرة توقيف الغيابية الصادر بحقه في الملف إلى تقديم دعاوة تتعلق بمخاصمة القضاة أو برد القاضي بيطار أو نقل الدعوة من يداها إلى قاضي آخر بسبب الارتياب المشروع وكان القاضي بيطار وافقها لإخلاء سبيل الموقفين وجد أرأفي أمين مستودع العنبر رقم 12 لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة والسوري رائد الأحمد أحد العمال السلسة الذين قاموا بتلحيم باب العنبر من دون كفالة ومنعهما من السفر مجدلين عيد صوت لبنان غرد وزير الصحة في راس أبيض عبر تترقى إلى أن ثلاثة أمور حاليا تطغى على الهم الصحي في لبنان الدواء ثم الدواء ثم الدواء المشكلة لها شقان شق آني بسبب النقص الحاد في الأدوية وآخر مزمن يتعلق بالكلفة العالية للفاتورة الدوائية المهم الآن السرعة في توفير الأدوية وخصوصا للأمراض المستعصية ومن ثم العمل على إيجاد حلول طويلة الأمد أعربت منظمة الصحة العالمية في ختام زيارة مديرها العام تيدروس أدناهوم والمدير الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري إلى بيروت عن قلقها البالغ من تأثير الأزمة الحالية على صحة الشعب اللبناني والمخاطر التي يواجهها بفقدان المكاسب الصحية التي حققها لبنان على مدى العقود الماضية مؤكدة التزامها بمساعدة البلاد والعمل معها للتخطيط لستراتيجيات صحية أطول أمداً وأعادا في بيان مشترك التأكيد على التزامهما تجاه الشعب اللبناني تضامنهما ودعمهما المستمر له إلى ذلك أعلنت بزارة الصحة عن 300 وإصابتين في الكورونا وأربع وفيات مستشفى بيت شباب يعاني والمصاعب القائمة تهدد بإقفاله التفاصيل مع رانع بيت مستشفى بيت شباب أو المعهد اللبناني للمعوقين المكان الذي عرفه ومنذ مطلع الحرب الأهلية بالبيت الثاني للمتضررين والمصابين في الحرب ويعتبر الوحيد في المتن الشمالي الذي تبنى وأحاط هؤلاء الأشخاص وبسبب الأزمات المتراكمة المركز اليوم مهدد بالأقفال مع الطاقم الطبي كما الموظفين والمرضى مدير مستشفى بيت شباب الأب لويس سماحة تحدث عن الموضوع كل علاقتنا مع وزارة الصحة والضمان والمؤسسات البيئية بعضهم يحسبون على الـ 1050 وهذا الشيء خلق لذي كاليبر بالنسبة للدخل وبالنسبة للخرج يعني ما فينا نحن ندفع أدوية ومستلزمات طبية على الـ 19 والعشرين وهن يحسبون على الـ 1050 ونحن ما عناش مرضى بري في نحن عنا كلهم مرضى أو وزارة أو ضمان أو مؤسسات ضامن كان الجيش أو قوة الأمن أو قوة الأمن العام أو أمن الدولي لهذا السبب صرفي عنا مش بيبه الموضوع حيضا الأب سماحة نشد المعنيين عبر صوت لبنان ما فينا سبق نكفي هيك بده حدا يكون حدنا لهذا الشباب بحقوا كتير بحياتهم كرمال اللي بقاءنا ما ممكن حطهم برا بدلوا معنا وبدلوا حدنا ولكن بدنا دعم ده فينا نكمل بطريقة جيدة لأنه طلبنا منهم اللي بيقدر يروح ع بيته بهذه الظروف يقدر يروح لكننا زبطنا الأوضاع بيرجعوا لعنا والأسم اللي بقي عنا عم نحتم فيه بعيوننا وما حدا عم يدفع لنا لأنه فيه تراكمات كتيري مع الدولة مش عم تدفعون اللي بعدهم صمدين ومستمرين وعم بيخدموا وعم بيحتموا وعم بيضحوا بوقتهم رغم عدم الحصول على المعاش المتواجب لألهم وبدي أطلب من كل المقتدرين واللي عندهم إمكانيات مادية يقدر يكونوا حدنا تنكذر نكمل هري سيري تابعنا أنكذوا مستشفى بيت شباب قبل فواتي الأوان فمصيره ومصير ذوي الهمم مجهول وما من مستغيث في دولة ما عرفنا فيها يوما طعم الاستغاثة راني عبيد صوت لبنان تاتيانا وكيم ضحية جديدة للسلاح المتفلت الشابة ذات الرابعة والعشرين ربيعا كتلت إثر إشكال فردي ووقع مساء أمس في أحد مطاعم بلدة غسطة تطور إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابتها ووفاتها على الفور حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش من احتمال نشوب حرب باردة جديدة وناشد قبيل الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الصين والولايات المتحدة ضرورة إصلاح علاقاتهما المتوقفة تماما قبل أن تمتد المشكلات بين الدولتين الكبيرتين المتمتعتين بنفوذ كبير إلى بقية الكوكب توجه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى واشنطن للقاء زعماء مجموعة الحوار الأمني الربعية وسط انتقادات لقرار حكومته التخلي عن صفقة غواصات بقيمة 40 مليار دولار مع فرنسا أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن بدء تشغيل المركز النووي الذي تشغله الوكالة الدولية بدعم من المملكة بمبلغ 10 مليون دولار واصل بوركان كومبري فييخا في جزيرة لابالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي إلقاء حمامه البركانية التي دمرت بحسب السلطات نحو 100 منزل بينما كانت تنحدر ببطء نحو البحر الصفحة الرياضية مع رومان طنوس بجديد الأخبار بدأت الاستعدادات بالصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 20 شباط 2022 وستليها دورة الألعاب البرالامبية الشتوية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 13 أدار إلى ذلك أعلن أولمبياد باكين الشتوية 2022 عن الشعار الرسمي لدورتها الألعاب الأولمبية والبرالامبية وهو معا من أجل مستقبل مشترك بأخبارنا أيضا تكشف الاتحاد الدولي كرة القدم أنه سيقعد اجتماع مع الاتحادات الوطنية الأعضاء للمناقشة بشأن إيقامة بطول كأس العالم كل عامان وأشار الفيفا إلى أنه الاجتماع مع الاتحادات سيعقد عبر الإنترنت بـ 30 أيلول خلال فترة إيقامة المباراة الدولية بكرة القدم أيضا توج منتخب إيطاليا ببطولة أمم أوروبا للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب سلوفينيا بنتيجة 3-2 بالمباراة النهائية للبطولة يلي صارت بأربع دول وهم بولندا والتشيك وأستونيا وفنلندا أيضا تنافس الإمارات العربية المتحدة على استضافة سباق المنافسة على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية بعد اعتذار اليابان عن ذلك بسبب مخوف من كورونا ختم النشرة مع الأحوال الجوية الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل كان في هذه النشرة بطاقة مرور للحكومة الميقاطية على الطريق السريع بثقة التيار والمستقبل وأجندة وعود سامي لجميل الشعب اللبناني يجب أن يكون مصدر القرار لكسر الفوضى تكريس لسوء السوداء في لبنان وهناك دولة راديفة على الدولة اللبنانية أصبحت غائبة ورئيس جمهورية غائب ورئيس حكومة حزين إخلاء سبيل أمين مستودع العنبر 12 وجد القرق في اللقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة وإرجاء جلسة الدياب إلى الرابع من تشرين الأول بوتي راش يحذر من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت لبنان ترجمة نانسي قنقر